السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم الاخوان كنحييكم الجديد في هذا الفيديو هذا ان شاء الله اللي غادي تتبعوا معنا ان شاء الله. اللي كنتمنى منصدر به وان الناس اللي غايتبعوا معنا الفيديو يحاولوا ما يقنتوش من الفيديو تبعوا الفيديو حدا اللخة. ربما لعله وعسى الانسان ياخد واحد الفكرة. كين واحد المشكل كان بعد البيسيات اللي كيكونوا يعني بوست بيسي كي ما كان نسميه صندوق. أو بوست بيسي كبير بيسي بيرو كي ما كان قلو. كيكون في المنزل. كيكون في الدار. والمشكل اللي كيكون هو ان ذاك البيسي يقدر بناظم يقنت منه يقدر يخرجوا ويبيعوا الموليزابي يعني يبيعوا المول لافراي. وكيقدر يبيعوا بواحد تمان كي ما كان قولو تمان طايح بزاف يبغي عيح ايضا. انا عندي اليوم هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هو أن مثلا الإنسان يكون عنده مثلا بسي يقول لك تحرق ما بقاش قدام لا تحرقت له مثلا ترونسفور ديال الضو اللي كنسميها بواطا المونتاسيو ديال الضو. يقدر يبشي بالدلم ما كيلقاهاش وكيفرط في ذاك البيسي. اليوم ان شاء الله بحول الله آآ غادي نحاول نوضح معكم واحد الأمر كما كتلاح دول بواطا المونتاسيو هي هادي. اللي كتشوف. هادي ما اليوم ان شاء الله بحول الله ما غاديش تلوحوها. غادي تستفدوا منها بزاف. غا تستفدوا منها بزاف ديال الحويج مهما غا تستفدوا منهم. واليوم ان شاء الله غادي نحاول ونشرح معكم واحد الفيديو حاولوا تتبعوه ان شاء الله بحول الله. وراك نظن غادي تآ غادي تآ غادي تآ غادي تآ غادي غادي ولو بعدها واحد خمسين في المياه غا يستفد من هذم من الشيحويج كانوا مهما. لان هادي ما نقدرش اللوحها لانها بانسبه لي كنت يستفيد منها ويمكن لي نخدم بها بزاف ديال الحويش اللي هما مهمين هاي ما تسهلوها يا الاخوان هذه را مهمة هاي هذه را محروقة ويملي كتكون محروقة راوخة تكون محروقة كتكون كتكون باقي في هالضو كين اللي كتكون محروقة كتكون طافية يعني محروقة قابشت وكين اللي كتكون تحرقات ولكن الضو يكون ناقص فيها يعني نقول لكم مثلا ضو ناقص هو مخارج واحد جات اللي وخصو يخدم البيسي كامله كيكون ناقص الوقت اللي كتشعله ما كيخدمش أو كتضرغل في الفرده وكيوقف كنهزو هذي كنحيدوها منه وكنتستافدو منه ويش خراين هذي كتتأدي بزاف دي العواميل اللي هما مهمة هذي أنا كتنفعني في زاف فالقضي بها غرضات مهمة وكتفقني من بزاف دي المشاكل اللي هما كيكونوا عندي هنا بالنسبة ليها هنا في المحل هذي هذي اللي هما تسهلوا عشان إخوان تتبعوا معنا الفيديو إن شاء الله وكنضن مياه في المياه بحول الله غاديت تشكروني وشكروا لله على هذا الفيديو هذا والسلام عليكم وتتبعوا الفيديو حدي سهل إن شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة